تعالى 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 نكسب بأفريقيا إن شاء الله بإذن الله تكون مباراة موافقة وجمهار النادي الأهلي تكون مبسوطة بإذن الله ومستبت بتأهل الأهلي بإذن الله إن شاء الله إلى مرحلة الدور نصف النهاية مباراة صعبة على فكرة وعنق زجاجة بالنسبة لفريق النادي الأهلي في المشوار الإفريقي لكن ترند الترند النهاردة هلقى الضوء على نقطة مهمة جدا ويمكن متابعين السوشيال ميديا خلال اليومين اللي فاتوا وتحديدا منذ لقاء الزهاب اللي كان بيديره الحكم السنغالي ماجد نداي والنادي الأهلي بالتأكيد كان أرسل احتجاج على إدارة ماجد نداي والأخطاء التحكمية الفادحة اللي كانت موجودة في لقاء الزهاب أنا مش هتكلم على تفاصيل متعلقة بالأخطاء التحكمية اللي بتحصل من الحكام في المباراة الإفريقية لأن أنا دايما عندي قناعة إن الأخطاء التحكمية دي أكيد لها أسباب أنا دايما بحب أروح للأسباب أعرف المشكلة جاية منين المشكلة من سببها القرى ممكن ركل الجزاء ممكن قرى هدف يتحسب تسلل دي كلها معايير البعض يقول لك أخطاء تحكمية وردة وأخطاء تحكمية أخطاء تحكيمي بشري طالما كمان تقنية الفار مش موجودة في هذا الدور واللي للأسف كان المكتب التنفيذي للكاف والمسؤولين في الكاف كانوا بيحاولوا يكون فيه تقنية الفار تقنية الفيجي وفيه مرحلة الدور ربع النهائي لكن مجلس خبراء التحكيمة من خلال مدير اللجنة إيدي ماييه كان لي وجهة نظر تانية شايف أن قيود السفر عدد الحكام اللي ممكن يتوفروا في الفترة اللي جاية هيكون صعب بسبب قيود السفر والمباراة الدولي أبطاله كنفدرية كان شايف أن ده ممكن هيكون فيه استحالة في هذا الدور وما فيش حكام كافيين أكفاء أو زي ما بيقولوا يعني مش متاحين لهذا الدور لكن الجزء اللي عايز أتكلم عليه بقى جاني سي كازوي الحاكم الزنبي اللي هيدير مباراة السانداونز والأهل يوم السبت القادم جاني سي كازوي برضو نازم تتكلم على ذكريات سيئة كانت موجودة مع المنتخب الوطني حتى في 2017 مباراة مصر ونيجيريا لما كان محمد صلاح منفرد بالمارمى في ديئة 93 وراح فكرا رح صفر عشان المباراة ما يكونش فيه هدف والمنتخب يفوز على نيجيريا برضو مش عايز أتكلم على فكرة مباراة بريميردو أغسطو مع الترجل تونسي عام 2018 وهدف تسبب فيه خروج بريميردو أغسطو وترجل تونسي وصل للنهائي وفاس بالبطولة وكانت خطأ تحكيمي فادح من جاني سي كازوي وبسببها تحول لجنة انضباط وتوقف حوالي خمس شهور ولا كمان هتكلم على 2019 الفاينال دوري أبطال الترجل والوداد وكما أطلق عليها يعني بفضيح الدرادس عام 2019 في الإعلام وتقال وقتها أن كان فيه تقنية فيديو لا ما فيش تقنية فيديو وكان جاني سي كازوي هو الموجود في تقنية الفيديو وفيه لقطات وفيديوهات وكأنه شغال في تقنية الفيديو رغم أنه أصلا تقنية الفيديو ما وصلتش الملعب برادس أنا مش عايز أتكلم على كل التفاصيل دي أنا عايز أتكلم على فكرة السيرة الذاتية لجاني سي كازوي مع النادي الأهلي آخر خمس شهور دايما أي مجلس تحكيم أو أي إدارة تحكمية بتعين حكام بتختار الحكم بناء على كذا معيار من أهم المعيير أن الحكم ما يتقررش لنفس الفرقة في فترة قريبة أو فترة قصيرة كذا مرة يعني جاني سي كازوي تواجد في نوفمبر 2020 حكم مباراة الوداد والأهلي في كذا بلانكا وكلنا فاكرين ضربة الجزاء للفار راجعوا فيها وقالوا لا ممكن ما تتحسبش وهو أصر على احتسابها كان في ركل الجزاء للأهلي أيضا كمان يعني كان في مشاكل في هذه المباراة تواجد في تقنية الفيديو في فاينال دور الأبطال بين الأهلي والزمالك ففي أقل من شهر كان موجود في تقنية الفيديو بعدها بشهرين ثلاثة في مباراة المريخ السوداني كان حكم مباراة الأهلي والمريخ في دورة أبطال إفريقيا ورغم من الأهلي فايز بتلت أهداف مقابل لشيء لكن تعمد أن ما يحسبش ركل الجزاء لصلاح النادي الأهلي أو ضرب الجزاء لصلاح النادي الأهلي غمناها واضحة وضوح الشمس في عرقلة وضربة قوية جدا لمروان محسن داخل منطقة الجزاء فبالتالي أدار أو تواجد في مباراة الأهلي الأخيرة تلت مرات في ظرف أربع شهور هتبقى المباراة الرابعة في الفترة من نوفمبر لمايو هي مباراة سانداونز والأهلي وده شيء مش طبيعي عايز أقول لكم كمال لو رجعتوا التاريخ شوية ورجعتوا الوارع هتلاقي صادق السلمي التونسي قعدنا فترة كان صادق السلمي موجود بشكل كبير في مباراة الأندية المصرية ومباراة النادي الأهلي هل ده ممكن يكون معيار إيدي مايه وهو بيعين الحكام؟ لا أعتقد لأنه لما سألته وشفت السيرة الزاتية وطريقة أو استراتيجية إيدي مايه لما بيجي عين الرجل عنده مشكلة ما بيفتحش الهيستر وما بيشوفش التاريخ هو إدى من قبل كده موطشات قد إيه وكذا مرة كان فيه مسؤولين في الاتحاد الإفريقي سواء الله يرحمه عمري فاهمي أو كذا أمين عام حتى أيام معاس حجي كانوا دايما بيراجعوا إيدي مايه في التعينات ويقولوا انت زي عينت الحكم ده؟ ده لسه كان بيدير المباراة قبل الماضية لنفس الفريق مرة كبيرة زي دي ألف به وأنت بتعين لازم تروح لأطكم تحكمية على أل تكون مرشحة لكاس العالم يعني أنا على المستوى الشخصي ما أعتربتش على فكرة تعيين ما جيتني ضاي لمباراة الزهار رغم أن فيه أخطاع تحكمية حصلت والنادي الأهل يحتاج والكل يتكلم على هذه المباراة لكن مبدئيا لو سألته يقولك ما جيتني ضاي حكم مرشح لكاس العالم عشرين اتنين وعشرين من ضمن الست حكام المرشحين في كاس العالم طب من الست حكام مصطفى غربالي الجزائري ممكن تستبعدوا الأهل عيواجه فريق يا إما الترجي إما شابه لازداد ردوان جيد من المغرب كان ممكن يدير هذه المباراة لأن الوداد مش في طريق أهلي ما جيت نضاي السنغالي هو أدار مباراة الزهاب أمين عمر من مصر مش عينفع لأن الأهل طرف في هذه المباراة جانجاك ندعلى من الكنغو الدموقراطية كان ممكن يدير هذه المباراة بملكة سيمة الأسيوبي كان ممكن يدير هذه المباراة الناس تقول لي ما هو كان بيدير مباراة الوداد والمولدية وفيه هدف للوداد تم إلغاه هي كانت مشكلة المساعد مش مشكلة الحاكم الأسيوبي فبالتالي أنت المفروض لما بتجيب حاكم لهذه المباراة تجيب حاكم مرشح لكاس العالم عشان لما تيجي الناس حتى تراجعك في الاختيار يبقى عندك معايير الناس ما تدرش تقولك عليه غير لكن اختيار جانيسي كازوية بعد الأخطاء التحكمية اللي كانت موجودة في الفترات السابقة ومعايير اختياره وتكراره الكذا مرة لمباراة الأهلي ووجوده في هذه المرحلة ده بيصير الشكوك ومخلي الناس الآن من فكرة اختيار جانيسي كازوية تحديدا لمباراة الأهلي تحديدا لمباراة الأهلي بكاري جسامة هيدير مباراة الترجي مع الترجي التونسي هيلعب مباراة الاياب مع شباب بولوزداد يوم السبت القادم بكاري جسامة هيدير جوشوا بوندو البيتسواني صاحب الأخطاء التحكمية الكبيرة جدا هو اللي هيكون موجود في مرحلة الاياب ما بين الوداد مع فريق المولدية ففيه قدكم تحكمية الواحد بيعني بيسأل على اي اساس بيتم اختياره لهذه المباراة في ظل ان فيه حكام ممتازين ومرشحين كاسعالة مجبار موجودين في مباراة الكنفيدرالية اللي هي المستوى المفروض المستوى الفني اقل من دور الأبطال دي الشكوك اللي انا بتكلم عليها واتمنى ان يكون فيه رقابة من الاتحاد الافريقي واعلم تمام العلم ان المسؤنين عن الاتحاد الافريقي حتى هذه اللحظة لسه ما درسوش ملف التحكيم ولسه ما خدوش جراءات في ملف التحكيم وانا مش هادر اتكلم على الادارة الجديدة لان ما لاش علاقة خالص بكل اللي بيحصل كل اللي بيحصل ده ده نتاج الاخطاء السابقة اللي كانت موجودة في ادارة عهد احمد احمد الفترة السابقة انا عايز اقول لكم بكل امانة بكل امانة ده اللي بيحصل حاليا اعتقد بعد هذا الدور هيكون فيه تغيرات كبيرة هتحصل في هذا الملف اصق تمام الثقة في ادارة متسبي للكاف الفترة الجاية ويكون فيه ادارة تقدر تخط ناس مسؤولة في لجنة التحكيم تخط حكام بمعايير نكحة ونتمنى مباراة السابقة ما تشوفش اخطاء تحكمية واحنا مش عايزين الا العدالة حقنا وبس وربنا يوفى الفرق ان شاء الله ويتأهل بإذن الله لمرحلة الدور نصف النهاية